موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص ديف اليوم من العاصمة الأردنية عمان الكاتب السياسي والصحفي الأستاذ ناهد حتر صباح الخير أستاذ ناهد صباح نور اكتملت التجهيزات اللوجستية أستاذ ناهد داخل الفوعة وكفرية المحاصرتين للبدء بإخراج الجرحى وبعض أقاربهم نحو مدينة اللاذقية لتلقي العلاج بالتوازي مع اكتمال الترتيبات في الزبداني ماذا بعد هذا الاتفاق أو هذه الهدنة باعتقادي هذه الهدنة هي مؤشر فوق محلي يعني الأمر لا يتعلق بموضع ما أو بموقع ما أعتقد أننا سنشهد في الفترة القادمة سلسلة من الهدنة المحلية والتي تؤذن بتسكين القتال في عدة مواقع في سوريا في إطار الاتجاه العام نحو الحل السياسي في هذا البلد الآن خصوصا لدى المسلحين في سوريا هناك شعور عميق بأن اللعبة على وشك أن تنتهي وأنه لا يوجد أفق سياسي لحركة هؤلاء المسلحين شاهدنا هرب قسم لا بأس به منهم في أوساط اللاجئين إلى أوروبا كذلك القبول بالهدنة في الفوعة وزبداني هو نوع من الإحساس بأنه لا أفق سياسي لهذا القتال سنشهد المزيد من تسكين الجبهات وبالأساس إذا كان المشاهد يلاحظ أن الأخبار حول المواجهات في سوريا تتراجع بالفترة الأخيرة كل ذلك أعتقد أنه عبارة عن مؤشرات عن اتجاه عام لإمكانية التوصل إلى حل سياسي قريب في سوريا هذا أيضا يدفعنا لماذا نجحت الهدنة هل له علاقة فقط بالموضوع أن هناك حل سياسي مقبل على الأزمة السورية أم أن هناك عوامل أخرى ساهمت في إنجاح أنه فشلت أكثر من مرة والحديث عن الحل السياسي أيضا نتحدث عنهما قبل أول هدنة تم الاتفاق عليها ما الذي أدى هذه المرة إلى نجاح الهدنة بعد فشلها أكثر من مرة أولا عندما نتحدث عن الميزان العسكري علينا أن نلاحظ أنه لا يوجد توازن بين الجيش السوري والمقاومة اللبنانية من جهة والمسلحين من جهة أخرى الحسم في الزباناني ممكن في غضون يوم واحد لكن ما أمسك به المسلحون هو الإذاء المتعمد للمدنيين في القريتين المحاصرتين وبالتالي الأمر لا يتعلق بالجانب العسكري الأمر يتعلق بالجانب السياسي من الواضح أن تركيا قد فهمت بالنهاية أو أنه لا بد من التوصل إلى حل في هذا الموقع لأنها أعتقد أنها توصلت إلى أن اللعبة كل انتهت وبالتالي لا بد من الدخول في هدى تفصيلية لتخفيف من القسائر نعم ولكن حتى الآن لأن يتصل بتركيا نعم ولكن حتى الآن تصريحات أردوغان على الأقل هي متناقضة يعني في نفس التصريح يقول الشيء ونقيده يعني لا بد من أن يبقى الرئيس الأسد في إنجاز الحل السياسي ثم يقول بأنه بالإمكان إنجاز الحل السياسي بمعزل عن وجود الرئيس الأسد في السلطة برأيك ماذا تعكس هذه التناقضات هذه هي التعليمة المتفق عليها أمريكيا وأوروبيا يعني صيغة التكويع إن شئتي صيغة التراجع عن الموقف السابق هي نفسها التي أعلنها وزير الخارجي الأمريكي والتي أعلنها وزراء الخارجية الأوروبيون والتي أعلنها أردوغان هي نفسها بالضبط أننا نقبل بالرئيس بشار الأسد كمفاوض في إطار المرحلة الانتقالية ولكننا لا نقبل به على المدى البعيد في مستقبل سوريا هذه التعليمة هذه الكليشي في الحقيقة هي الشكل الذي توافقت عليه الأطراف المعادية لسوريا وبالتالي لا نجد أن الأمر فيه تناقضات بقدر ما هناك محطات للتراجع هذه هي المحطة الأولى المحطة التالية ستكون تفرضها الوقائع على الأرض الطرفان الوحيدان الذين لم يدخلوا في هذه التكويع حتى الآن هما السعودية وقطر نعم أما بالنسبة لتركيا فأعتقد أنه قد جرى التفاهم بينها وبين روسيا على شكل الحل في سوريا وعلى ضمان مصالح تركية في المنطقة نعم قبل الحديث عن هذا الحل أستاذ ناهد كنا نسمع الدعوة أو المبادرة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي أو الدعوة إلى محاربة داعش وأن تشترك في هذه الحملة على داعش دول الجوار لسوريا وطبعا كان الأردن من بين هذه الدول ثم لاحقا في كل التصاريح في كل التقارير في كل ما كتب عن الحل وعن محاربة داعش لم نقرأ أي اسم للأردن في شأن هذا الموضوع لماذا فجأة غاب اسم الأردن عن كل هذه الدعوات والمشاركة في الحل في سوريا هي في الحقيقة مفارقة لأن الجبهة الأردنية هي أكثر جبهة على سوريا وما يجري على الجبهة الأردنية هو أهم ما يحدث الآن في سوريا بالنسبة للحل في سوريا لكن السياسة الخارجية الأردنية والدبلوماسية الأردنية معتادة على عدم التصريح بما يحدث من التحولات السياسية لأنها تمشي على حد السكين كما يقال على سبيل المثال الأردن أو الجانب الأردني في غرفة الموك اعترض كليا على تجديد أي هجمة جديدة على درعة ومن الواضح أن بذلك قد تجمدت الغرفة لأن هذه الغرفة صحيح أن فيها ممثلين لأربعة عشر جهاز استخبارات عالمي لكن هذه الغرفة موجودة في عمان وبالتالي اعتراض الأردنيين على أي هجمة جديدة على درعة يعني تجميد هذه الغرفة لكن هذا لم يخرج إلى العلن كذلك الأمر في صباح العيد فوجئ الأردنيون بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق مشعل الزبن أرسل رسالتين حارتين لتهنئة رئيس هيئة الأركان السوري ووزير الدفاع السوري وفيهما تمنيات للجيش العربي السوري بالنجاح والتقدم إلى آخره وهذا لم يجري تغطيته لا من قبل الإعلام الأردني ولا من قبل الإعلام السوري على نطاق الواسع ولم تجري تغطيته في الإعلام العربي والدولي لكن الشيء الأساسي أنه ما يحدث الآن أن الجبهة الجنوبية قد جمدت وأن العلاقات قد بدأت بين المؤسسة العسكرية الأردنية والمؤسسة العسكرية السورية وأننا باتجاه التفاوض بين البلدين حول جملة من النقاط التي تهمهما من الجانب الأردني يريد الأردنيين البحث في شكل مساهمتهم في التصدي لداعش والنصرة في جنوب سوريا بالمقابل يمكن أن يقدم الأردنيون حلولا أو وساطة للمصالحة بين المجموعات المسلحة غير المرتبطة بداعش والنصرة المجموعات العشائرية وهي تقدر بثلاثة ألاف مقاتل مرتبطين مباشرة بالاستخبارات الأردنية وبالتالي يمكن التوصل مع الحكومة السورية إلى حل جذري بشأنهم من حيث ترتيب أوضاعهم وتسليم أسلحتهم وإعادتهم إلى حضن الدولة السورية الأردنيون أيضا يريدون تشغيل المعابر الشرعية وإعادة التجارة الترانزيت بين لبنان وسوريا والأردن والخليج كذلك الأمر البحث في مسألة المياه وأيضا والأهم من كل ذلك هو ما يهم الأردن في موضوع الجولان وكيفية التعاطي مع إسرائيل في المرحلة المقبضة إسرائيل صعد ضد الأردن في الفترة الأخيرة في ثلاثة مجالات المجال الأول الأقصى المعروف بأنه أستاذ ناهد دعني فقط موضوع إسرائيل لنتحدث به لاحقا تحديدا له ملف خاص ولكن دعني فقط عن موضوع المعايدة التي وجهت من الأردن إلى سوريا هل هناك من جواب؟ هل جاء الجواب على هذه المعايدة الحرة كما وصفتها حضرتك؟ أولا ثانيا ماذا تعني؟ ما هو التالي بعد هذه المعايدة وإلى ما ترمز؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنها؟ الإعلان سيتناول ما يعلن عنه نعم أولا هذه المعايدة تعرب عن موقف الجيش العربي الأردني في الحقيقة الجيش الأردني كان متحفظا على التدخل في سوريا طيلة الوقت منذ العام 2012 ولم يسبق للجيش الأردني أن أصدر بيانات سياسية إلا فيما يتصل بسوريا أصدر بيانين سياسيين في العام 2012-2013 أعرب فيهما عن رفضه التدخل في سوريا كل أشكال التدخل التي قامت في سوريا قامت بها الأجهزة الأمنية أو قوات خاصة مرتبطة بهذه الأجهزة وبالتالي أن يكون التعبير الأول عن العلاقات بين البلدين نابعا من المؤسسة العسكرية الأردنية له معنى كبير أن هذا الاتجاه الذي كان يسانده أيضا رجال من داخل الدولة الأردنية أو من داخل الدولة الأردنية العميقة من الواضح أنه انتصر هلا انتصر أولا بسبب التغيير الظرف الدولي بسبب التفاهم بين الملك عبدالله الثاني والرئيس فلادامير بوتين وانتصر أخيرا بسبب الصمود السوري في الجنوب وإفشال كل الهجمات الشلسة التي شنت على درعة والتي كان يعتقد بأنها سوف تكون منطلقا لغزو دمشق وبالتالي الآن هناك تحولات سياسية داخلية في الأردن نلاحظ مثلا أن مشروع قانون الانتخابات الذي صيغة قبل موضوع قانون الانتخابات فقط حتى لا يضيع السؤال ويبعد كثيرا عما تقول حضرتك هذا الرسائل التي أرسلت أو التي حملتها المعايدة كما تفضلت حضرتك وقلت هل ستبقى عسكريا وأمنيا أم لها مرشحة إلى أن تكون أكثر من ذلك تكون سياسية في الأردن القائد الجيش هو الجهد أكثر تسيسا يعني إذا أردت أن تأخذ الموقف العميق للدولة الأردنية هذا الموقف هو ما يطرحه القائد العام للقوات المسلحة أو نائب القائد العام للقوات المسلحة بمعنى آخر الفريق مش عالي الزبن هو مستشار الملك لشؤون العسكرية وهو في نفس الوقت رئيس هيئة الأركان وهو الذي يشغل بالوكالة منصب وزير الدفاع وفي الأردن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة السياسية الرئيسية وبالتالي عندما نتحدث هناك فارق بين التنسيق الأمني أنا برأيي أن التنسيق الأمني وكما أعرف أن التنسيق الأمني بين الأجهزة الأردنية والأجهزة السورية لم ينقطع إلا في أوقات محددة خلال الأربع سنوات الماضية لكن هذا يبقى في الإطار الأمني لكن عندما ننتقل إلى التنسيق بين الجيشين الجيش الأردني والجيش السوري فنحن نتحدث الآن عن انتقال سياسي لأن مشعل الزبن كرئيس لهيئة الأركان الجيش الأردني بالمعايير السياسية الأردنية أهم بما لا يقاس من وزير الخارجية أو حتى من رئيس الوزراء وبالتالي نحن أمام انتقال سياسي لماذا لم يتم الإعلان عنه أو بداية انتقال سياسي طالما أنه ما زال الكلام مقتصر فقط على رسالة معايدة ومجاملة نعم نعم هي بداية انتقال سياسي لأنه توجد نقاط بين البلدين نقاط الآن مختلف عليها نقاط يجب حلها ومن ذلك مثلا وبشكل رئيسي البحث في مصير الثلاثة آلاف مقاتل الذين جندتهم الجهات الأمنية الأردنية ماذا سيكون مصيرهم تريد عمان من دمشق أن يجري حل مشكلة هؤلاء من خلال إعادة إدماجهم في المجتمع السوري بكل تأكيد يعني لها للأردن مصلحة أساسية في عودة هذا التنسيق أو في أن يتطور تتطور العلاقة من مجاملة إلى تنسيق فعلي بين الجيشين أو بين الدولتين للأردن مصلحة مباشرة وملحة أولا هؤلاء الثلاثة آلاف مقاتل الذين جندتهم الأجهزة الأردنية إذا لم يجري الآن حل مشكلتهم في إطار السوري فهؤلاء سوف يأتون إلى الأردن وبالتالي سوف يشكلون عبءا أمنيا في البلد الأمر الثاني هناك 700 ألف لاجئ سوري موجودين في المخيمات الأردنية وهؤلاء يشكلون أيضا عبءا ديمغرافيا وعبءا سياسيا خصوصا من بينهم ما يزيد عن 100 ألف لاجئ سوري فلسطيني يزيد في تعقيد الوضع الديمغرافي الداخلي وثالثا هناك التهديد الآتي من منظمات داعش والنصرة ويريد الأردن أن يكون على علم على الأقل بما يجري ضد هؤلاء أو مشاركا في منع تسلولهم إلى الحدود الأردنية فبالتالي المصالح الأردنية الآن في الحل السوري أصبحت ملحة للغاية ضاقطة للغاية ولا يمكن تجاهلها وهي الدفع الأساسي لهذه المبادرة فقط قبل أن نذهب إلى موضوع فقط نريد أن نذهب تأخرنا على العنوين الصحف ولكن على السريع تعتبر أن الكرة الآن في ملعب سوريا وعلى سوريا هي التي توافق أو لا توافق على عودة التنصيق أو تطوير هذه العلاقة نعم المفارقة أننا في العام 2013 حملنا مبادرة من سوريا نحو عمان وعمان رفضتها في ذلك الحين الآن أعتقد أن الأمر المعادلة انقلبت وكنا وقتها نقول للحكومة الأردنية وللمسؤولين الأردنيين أنهم يجب أن تقتنموا الفرصة الآن لأنكم في المستقبل القريب سوف تضطرون إلى تقديم اعتذار إلى الرئيس بشار الأسد وإلى الحكومة السورية يبدو أننا نسير بهذا الاتجاه على كل حال سنتابع الحديث عن هذا الموضوع المهم جدا ولكن بعد عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والتفاصيل أهلا بكم من صحيفة الوطن العمانية نبدأ جولتنا على أبرز مجاء في عنوين بعض الصحف العربية حيث عنوانات الحجاج المتعجلون يبدأون مغادرة الديار المقدسة ارتفاع بوفايات حادث التدافع سوريا أمريكا تتحدث عن حل خلال أسبوع ومسلحوها يسلمون عتادهم للنصرة وننتقل إلى اليمن مع صحيفة الثورة مصرع 15 جنديا سعوديا وتدمير دبابة وخمس آليات عسكرية في جزان إسقاط مروحية أباتشي ومقتل قائد قطاع حرس الحدود السعودي في الخوبة القوات اليمنية تواصل توغلها في عمق جزان وتحكم سيطرتها على مواقع عسكرية جديدة أكد أن العدوان سببه عدو اليمنين لإسرائيل نصر الله السعودية تقف وراء تعطيل الحل السياسي في اليمن ونقرأ اجتماع طارئ للدول الإسلامية في الأمم المتحدة حول كارثة من طهران السعودية تتحمل المسؤولية وسنلاحقهم حتى النهاية وإلى صحيفة الخليج الإماراتية حيث نقرأ عبدالله بن زايد الصراع والإرهاب دمر سوريا وزعزعاء المنطقة التقى دمستورة وأكد أن الإمارات مع حل سياسي شامل للأزمة واشنطن لطرح مبادرة جديدة ومدربون أمريكيا يسلمون أسلحتهم للنصرة مقتلوا ثلاثة ألاف وأربعة وسبعين مدنيا بينهم أربعمائة طفل وثلاثمائة وأحدى وثمانون امرأة تقرير يكشف الجرائم المروعة للحوثي وصالح هذه الحوثيون جعلوا من أنفسهم خنجرا إيرانيا يطعنوا في الخليج وإلى البحرين مع صحيفة الوسط فريق بالأمم المتحدة يطلب من حكومة البحرين خطواتها لمنع الاختفاء القصري توقف إبراهيم كريمي أحد المسقطة جنسياتهم البحرينية وفي عنوينها ارتفاع حصيلة التدفع في السعودية إلى 769 والحجاج ينهون مناسكهم والختام من الكويت مع صحيفة القبس أمريكا ستطرح مبادرة جديدة حول سوريا بهذا العنوان نصل إلى الختام والآن عودة إلى متابعة آخر طبعة شكرا لزميلة زهراء الديراني على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم أعود إليك أستاذ نهد حتر ربما من المفيد أن نبدأ بالعنوان الأخير عن موضوع المبادرة الأمريكية التي قد تعتبر التفاف على مبادرة الرئيس بوتين التي تم الحديث عنها كثيرا في الإعلام وأنه سيعلنها لدى إلقائه خطابه في الأمم المتحدة ولكن قبل ذلك أريد أن أضيء بعض على بعض التفاصيل في شأن العلاقات الأردنية السورية يعني حضرتك قلت قبل التقرير بأن هناك لابد يبدو أن الأردن متجه للاعتذار من سوريا يعني هذا كلام تحليلي أم معلومة أم توقع كيف تضع في أي إطار تضع هذا الكلام هذا استعادة للتاريخ سيدتي في العام 1980 درب الأردن فرقا من الإخوان المسلمين ساهمت في مأساة حماة في العام 1985 عندما انقلب الوضع الدولي قدم الملك الراحل الحسين اعتذارا علنيا على شاشة التلفزيون للرئيس السوري لراحل حفظ الأسد ولسوريا أنا أعتقد أن الأمر عندما أقول الاعتذار لا يعني الكلمة بحد ذاتها لكن الأمر يتعلق بي لكن أنا أعتقد أن للأردن الآن مصلحة جوهرية في أن يكون طرفا في الحل وأن ينهي حالة الإضطراب الأمني والديمغرافي على حدوده هذه المصلحة الآن أصبحت ملحة في عمان خصوصا بعد أن اللعبة انتهت وأن الأردن يستطيع أن يقول للسوريين وبالتالي أستاذ ناهد وبالتالي لابد من أن نستشف من حضرتك أو نتوقع كيف يكون شكل الاعتذار من الدولة السورية بأي إطار يأتي هذا الاعتذار يعني نحن نتوقع أن يقوم الملك عبدالله الثاني باتصال هاتفي مع الرئيس بشار الأسد ويكون ذلك إينانا بإنهاء كل أشكال الحملات الإعلامية وتشكيل اللجان المختصة لحل المشكلات بين البلدين يعني مشكلة اللاجئين مشكلة المسلحين مشكلة الحدود مشكلة فتح الحدود وترانزيت البلغة الأهمية مشكلة التجارة البينية يعني بين الأردن وسوريا هناك حجم من المصالح الأمنية والاقتصادية والتجارية والسكانية يعني هائل هناك أكثر من 150 ألف حالة زواج مشترك بين البلدين هناك تجارة بينية غير مكتوبة في السجلات الرسمية تشكل حوالي 20% من التجارة الأردنية من الاقتصاد الأردني وبالتالي الآن نحن على لا نستطيع أن نؤجل لحظة واحدة المصالحة مع سوريا وهذا ما أعلنه قائد الجيش فيه ماذا سيكون الرد السوري أستاذ ناهد الرد السوري الآن سيكون متمهلا الرد السوري سيكون يأخذ بعين الاعتبار أنه وجه للأردن رسائل ودية وأنا أعرفها شخصيا وقد حملت بعضها وجه للأردن رسائل ودية عديدة خلال السنوات الماضية لم تلقى القبول في الأردن وبالتالي سيكون من الأفترض أنه سيكون هناك في سوريا الآن عدم تعجل في الرد على الجانب الأردني لكنني أستخدم هذا المنبر إذا سمحتي لكي أقول للحكومة الأردنية ولرئيس الوزراء عبدالله نسور أن القوى المعارضة المؤيدة لسوريا وللرئيس بشار الأسد والتي لم تقطع صلاتها مع دمشق طوال الأربع سنوات ونصف السابقة ما تزال مستعدة للقيام بمبادرة شعبية لكسر الجمود وأنما قطعته الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية الأردنية مع سوريا الشقيقة القوى الشعبية الأردنية المنساندة لسوريا مستعدة لبذل جهود استثنائية لإقناع المسؤولين السوريين بالبدء فورا بالتعاطي مع المطالب الأردنية نعم هذا الموقف الأردني أيضا في السابق مع حضرتك ومع ضيوف آخرين من الأردن كنا نسأل عن الموقف الأردني من سوريا كان يقال لنا بأن الأردن ضعيف بأن الأردن اقتصاده مرتهن أو بأن الأردن بحاجة إلى الدعم الذي تقدمه السعودية أو الدعم الذي تقدمه أمريكا إلى ما هناك وبالتالي السياسة مرتبطة بهذا الدعم حاليا كيف تحرر الأردن ليكون لديه هذه المبادرة تجاه سوريا هل هناك إشارات ضوئية خضراء أرسلت للأردن أم أنه بشكل طبيعي هو الذي اتخذ هذه المبادرة وكيف لا أولا هناك قوى داخلية أساسية تريد مصالحة مع سوريا بما في ذلك داخل النظام وبشكل رئيسي داخل الجيش الأردني ثانيا المؤثر السياسي الرئيسي على الحكومة الأردنية ليس السعودية المؤثر السياسي الرئيسي هو الولايات المتحدة والولايات المتحدة توصلت إلى نوع من التفاهم مع روسيا وللأردن علاقات متينة للغاية مع موسكو وهذا أتاح فتح مجالا للتنفس الأردني بمعنى أن هناك نوع من التفاهم من أمريكا الروسي الأردن تهمه بالدرجة الأولى علاقاته مع الولايات المتحدة وليس مع الرياض ثم أن الأردن ذو علاقات جيدة مع روسيا هذا فتح مناخا خصوصا أن السعودية الآن متورطة أكثر وأكثر في الحرب في اليمن معزولة سياسيا معزولة دبلوماسيا تتعرض لانتقادات دولية جمّة بسبب جرائمها ضد الشعب اليمني والآن بسبب فشلها الذريع في إدارة الحج وكل هذه الأجواء تقود إلى عزلة السعودية ثم الفريق الجديد فريق الملك سلمان منذ أن أتى إلى الحكم وهو على علاقة غير ودية مع النظام الأردني علاقة تتسم بالفتور وعدم تقديم المساعدات اللازمة للأردن لإدارة اقتصاده في هذه اللحظات الحلجة ثم أن الأردن خرج في النهاية من موضوع اللاجئين السوريين خاسرا لأنه اضطر لتغطية هذه النفقات من خزينته ولم يحصل على المساعدات التي كان يعمل بها كل هذه العوامل أدت برأيي إلى أن الأردن يتجه أكثر من حول مصالحة لكن لا ننسى بطبيعة الحال الهزيمة التي ألحقها الجيش السوري بمتاحل الموك وبجنوب سوريا هذه الهزيمة حوالي 15 هجوماً خلال سنتين هذه الهجمات دعمت بالسلاح وبالتدريب وبالضباط وبأجلسة الاستخبارات الأمريكية وبمعلومات أجلسة الاستخبارات الأمريكية كلها فشلت كلها سقطت وبالتالي انتهت الرياضة المتحدة إلى اليأس من إمكانية أن تستخدم هذه القوة التي تسمى معتدلة وهي أكبر قوة معتدلة بالمناسبة في سوريا يعني لا يوجد في سوريا مكان آخر توجد به ميليشيات مرتبطة بغرفة الموك أو بالاستخبارات الأمريكية والأردنية سوى جنوب سوريا وهم حوالي 3000 مقاتل بكل سوريا بكل المناطق السورية لا يوجد مثل هؤلاء هؤلاء فشلوا في تحقيق أي شيء في جنوب سوريا الآن أصبحهم مشكلة وأصبح على عمان أن تجد لهم حلاً في الإطار السوري لأنها إذا لم تجد لهم حلاً في الإطار السوري سوف تضطر لاستضافتهم مع كل ما يشكله ذلك من عبئ أمني سنتابع النقاش في هذا الموضوع أستاذ ناهد حتر ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلاً بكم مجدداً أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعاً أعود وأرحب بضيفنا من عمان الكاتب السياسي والصحفي أو الأستاذ ناهد حتر أهلاً بك أستاذ ناهد قبل أن نتابع النقاش ولنطلع أكثر على بعض الملفات الإضافية نذهب إلى الحدث اليوم إذن إلى الحدث اليوم والتفاصيل الحياة عقدة الأسد في صدارة مداولات الأمم المتحدة تحتل الأزمة السورية وعقدة الأسد موقع الصدارة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقاءات رفيعة أبرزها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما وعلى المستوى الوزاري ينشط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لقاءات عدة بينها لقاءان مع نظيريه السعودي عادل الجبير والإيراني جواد ظريف وقال مسؤولون أمريكيون إن كيري يسعى لطرح مبادرات جديدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا فيما استبقى البيت الأبيض لقاءات نيويورك بإعلان أن لقاء أوباما مع بوتين قد يمهدون لتعاون أفضل بين البلدين في شأن الأزمة السورية وبرغم أن التوقعات التي سبقت تقاطر قادة العالم إلى نيويورك أفادت بإمكان حصول لقاء بين الجبير وظريف إلا أن هذا اللقاء لن يجرى وفق مصادر ديبلوماسية مطلعة جارديين سوريا اتفاق الهدنة دليل على قوة إيران المتمردون الإسلاميون المرتبطون بالقاعدة عقدوا اتفاق هدنة مع دمشق يغطي أربع عشرة بلدة الاتفاق قد لا يصبض لكنه يستحق التأمل فيه وفي الظروف التي أدت إليه وإذا صمد فإنه يمثل تطورا ملحوظا في الصراع السوري إذا تمكن المتمردون من إقناع المدنيين بقدراتهم السياسية والعسكرية فإن ذلك سيقوي التحالف على الأرجح ويعزز جهوده في التوسع لكن الاتفاق يعزز أيضا دور إيران كلاعب عسكري وسياسي مركزيا في الصراع حصول هذا التطور وسط الانتشار الروسي في اللاذقية قد يشير إلى أن الجهود الروسية والإيرانية لدعم النظام متكاملة اتفاق الهدنة يظهر أنه برغم الاختلافات العميقة يمكن للدول الإقليمية أن تعمل مع المجموعات المحلية للتوصل إلى حلول مبنية على وقائع على الأرض هذا هو الواقع الذي يجب أن يمثل تفكير الغرب باتجاه حل في سوريا لوموند مناورات ديبلوماسية كبرى بشأن سوريا قبل عام كان يشار إلى روسيا بالإصبع في الأمم المتحدة بسبب عملياتها في أوكرانيا ودفاعها عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد أما اليوم فسجل بوتين نقاطا بعودته كمحاور بلا منازع حتى قبل مداخلته في الأمم المتحدة وهو أمر كان يصعب تصوره قبل أشهر اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي هو الأول منذ عام 2013 وفضلا عن تأثيره فإن بعده رمزي قبل كل شيء لأنه يكسر الطوق الأمريكي الذي أقيم حول بوتين منذ أحداث أوكرانيا لا شك أن بوتين سيكون في قلب النقاشات في الأمم المتحدة لكن الأسئلة التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طبقة كاملة هل الأسد مستعد للتفاوض؟ هل روسيا مستعدة لإحضاره إلى طاولة المفاوضات؟ أستاذ ناهد موضوع المبادرة الأمريكية جرى الحديث عن مبادرة وأن الرئيس بوتين سيتحدث في خطابه في الأمم المتحدة عن مبادرة يقدمها للغرب؟ برأيك كيف يمكن قراءة الكلام عن مبادرة أمريكية حاليا؟ خطاب الرئيس الروسي غدا في الأمم المتحدة لن يكون مجرد مبادرة تتعلق بسوريا صحيح أنها سوف تركز على سوريا ولكنها تعلن النقاط الأساسية لعالم جديد متعدد القطبية يسوده القانون الدولي ويعزز خطاب الرئيس بوتين حضور عسكري غير مسبوق في سوريا وهذا الحضور العسكري جاهز لحسم المعركة العسكريا على الأرض السورية وبالتالي الآن نحن نتحدث عن مبادرة عينية تتعلق بسوريا بقدر ما نتحدث عن مبادرة لعالم جديد ينشأ بالنسبة للأمريكيين يريدون اعتراض هذا المسار على رغم أنهم يدركون جيدا أن الحل الوحيد الممكن هو الحل الروسي ويحاولون اختراق التحالف الروسي الإيراني من خلال تقديم مبادرة يجري النقاش حولها يتم التنازع بشأنها يتم إظهار عدم وجود اتفاق بين الإيرانيين والروس في رأيي أول نقطة فيما يتصل على العلاقة بين روسيا وإيران يجب أن لا ننظر إلى تصريحات السيد روحاني أو تصريحات السيد ضريف ولكن يجب أن ننظر إلى لقاءات سيد قاسم سليماني مع الرئيس الروسي بوتين ومع القيادة الروسية يعني العلاقات الاستراتيجية القائمة الآن هي بين روسيا وبين الحرس الثوري في إيران وهو المرتبط طبعا بمرشد الثورة الإيرانية فيما يتصل باتجاه روحاني ضريف من الواضح أنه يريد التعاطي مع الاختراق الأمريكي على هذا النحو أو ذاك لكن هل يستطيع أن يتخذ القرار؟ أنا أعتقد أنه لا يستطيع ذلك لكنه سيشكل نوعا من الظلال التي غير المستحبة بالنسبة للمبادرة الروسية أعتقد أنه ليس لدى الأمريكيين مبادرة بالمعنى الفعلي لدى الأمريكيين محاولة للانتقال من التمحور حول المبادرة الروسية إلى إجراء نقاشات جانبية تضعف من أثر هذه المبادرة لكن هل هذا ممكن؟ أنا باعتقادي أن الأمريكيين أو المؤسسة الأمريكية قد توصلت إلى قناعة بأن الحل في سوريا هو حل روسي إيراني وهو حل روسي إيراني بأكثر من معنى أولا تحالف هاتين القوتين على الأرض وكما قلت أن المسألة هي في النظر بماذا يحدث بين الجيش الروسي وبين الحركة الثورية وليس ما يحدث في وزارات الخارجية هذا ما أريد أن أسألك عنه تحديدا في موضوع العلاقات الدبلوماسية والخارجية والتصريحات هناك من يعتبر أن العلاقات فيها ما فيها حاليا بين روسيا وبين إيران تحديدا بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران وبين الغرب في حين أن هنا الجارديون تقول اتفاق الهدنة دليل على قوة إيران في سوريا أولا كيف يكون اتفاق الهدنة دليل على قوة إيران في سوريا ولماذا يقال هذا الكلام عن العلاقات بين روسيا وبين إيران وجود روسيا في سوريا هو قوة لإيران بالمعنى الاستراتيجي أولا أن إنقاذ الدولة السورية إعادة الأمان والاستقرار للدولة السورية إعادة الدول الإقليمي لسوريا وسوريا جزء لا يتجزأ من محور المقاومة بل هي رابطة العقد في محور المقاومة هذا بالتأكيد يحسن المناخ الاستراتيجي بالنسبة لإيران إيجابيا الوجود الروسي في سوريا يخفف الأعباء العسكرية عن الإيرانيين ويسمح لهم بمناورات أكثر في العلاقة مع الأتراك في حلول هنا وهناك ويسمح للإيرانيين بإعادة التموضع في هذه الجبهة أو تلك في الحقيقة أن الدخول الروسي صنع مناخا إيجابيا تماما في سوريا أولا هناك المعترضون على تنامي النفوذ الإيراني في سوريا من الدول العربية والدول الغربية أقنعهم الآن الوجود الروسي بأن إيران ليست منفلدة في قوتها في وجودها في سوريا لكن هذا أيضا لا يطمئن هؤلاء لكن الوجود الروسي أيضا لا يطمئن هؤلاء صحيح لكن النظرة إلى روسيا يعني لنأخذ إسرائيل مثلا بالنسبة لإسرائيل مخاوفها الأساسية تتعلق بجبهة الجولان ومما لا سيحدث بعد إنهاء الحرب مع الإرهابيين وإمكانية أن تشتع الجولان ومخاوف أيضا من حزب الله يعني تحدثت عن هذا الموضوع أن تذهب الأسلحة بطبيعة الحال بالنسبة لرئيس وزراء العدو نتنياهو لم يكن لديه فرصة للحصول على الحد الأدنى من الطمأنينة إلا بالذهاب إلى موسكو لأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعطيه ضمانات بالنسبة للقرار السوري الإيراني وقرار حزب الله أيضا بالنسبة إليه إيران وسوريا وحزب الله أعداء لكن إسرائيل تحتفظ بعلاقات ودية مع روسيا وهناك علاقات دبلوماسية وهناك تفاهمات حول بعض النقاط وبالتالي لم يجد أمامه سوى الذهاب إلى الرئيس بلاديمير بورتين الحصول على بعض الطمأنينة المتعلقة بثلاثة اعتبارات الاعتبار الأول أن ليس كل الأسلحة التي يستخدمها أو جلبها الروس أو سوف يستخدمونها في سوريا سوف تترك للجيش السوري وخصوصا سوخوي 35 الشيء الثاني أن هناك راجمات صواريخ وأنظمة رادارات وأنظمة مضادات أرضية ضد الطيران المعادي أنها لن تتسرب إلى حزب الله الأمر الثالث أن روسيا يمكن أن تضمن عدم اشتعال جبهة الجولان في المستقبل القريب لكن بالمقابل هل ستكون موجودة هناك كقوة في عداد أو خارج الأمم المتحدة أو مع الأمم المتحدة ولكن كقوة واحدة كما كان يتم الحديث منذ سنة ونصف أو سنتين إسرائيل؟ لا روسيا 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 ستكون روسيا موجودة الآن في كل مكان في سوريا روسيا الآن موجودة في جنوب سوريا الردار المركزي للروس الذي يطل على كل المنطقة موجود في محافظة درعا القصة الأساسية هي أن إسرائيل تريد نوع من الضمانات من الروس هذا لا يعني أن روسيا تتآمر مع إسرائيل يعني أن إسرائيل بلغت مبلغا من الضعف أنها لم تجد سوى الذهاب إلى موسكو الحصول على الضمانات بالمقابل هناك الآن خلاف بين إيران وروسيا فيما ينتصر بالمستقبل بالنسبة للطرفين اتضح أن إسرائيل في موقف ضعيف بالنسبة لإيران تريد استقلال هذا الضعف لإشعال جبهة مقاومة ضد إسرائيل واستمرار الصراع معها بالنسبة للروس يريدون استقلال هذا الضعف لفرض تسويات تنسحب فيها إسرائيل من الجولان ومزارع شبعة من طرف واحد وبالتالي تسحب إمكانية خلق مناخ للتدخل الإيراني ولوجود حزب الله في سوريا هذا هو النقاش الذي يجري الآن لا يجري النقاش الآن حول الرئيس بشار الأسد لا يجري النقاش حول إنهاء الأزمة في سوريا النقاش الحقيقي الذي يجري الآن هو حول ما هو مستقبل العلاقة مع إسرائيل هل هو مستقبل المقاومة والاشتعال جبهة الجولان وطبيعة الحال جنوب لبنان وهذا الوصل الفريد من نعوه الذي قام به حزب الله بين جنوب لبنان وجنوب سوريا أم أننا سنذهب إلى تسوية تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الجولان لكن في الحالتين أم أننا سنشهل أيضا خلاف أكبر من هذا بين هذين القوتين الحاليتين في الشرق الأوسط إيران وروسيا هذا موضوع عقائدي لدى إيران كيف يمكن أن تقعها روسيا فيه؟ لكن صحيح لكن هذا قد يكون قد يكون قد يكون مثل الباب الدوار بمعنى أن بمعنى أن الروس يستقدمون الاستراتيجية الإيرانية لمحاربة إسرائيل لكي يفرضوا عليها انسحابا من الجولان وجنوب لبنان ومزارع شبعة في جنوب لبنان وفي نفس الوقت الوجود الروسي يسمح للإيرانيين بأن يصاعدوا ضد إسرائيل يعني الأمر معقد ومتشابك ليس الأمر هو صراع بين إيران وروسيا هو خلاف في النظرة المستقبلية للعلاقة بين إسرائيل تريد إزالة إسرائيل عن الخارطة وعن الوجود روسيا لا تريد لا تريد أن تبقى ولا تريد أن تقوم بهذا ربما هذا مرضوء مؤجل ربما روسيا تنظر إلى المسألة كالتالي روسيا تريد انسحابا إسرائيليا كاملا إلى حدود 67 وإنهاء حالة الحرب إيران تريد أن تستمر حالة الحرب باتجاه باتجاه مفتوح نحو إزالة دولة إسرائيل هنا في هذه النقطة يحدث الخلاف والنقاش لكن لا يعني ذلك الصراع لأن الروس يمكن أن يستخدموا الاستراتيجية الإيرانية نعم وهنا لابد أن نسأل عن موضوع النفط والغاز المكتشف على السواحل من فلسطين المحتلة إلى لبنان طبعا سوريا موجود ولكن ما جديد هو في لبنان تحديدا أين يقع ضمن كل ما يجري أولا الاكتشافات النفطية الأكبر هي موجودة في السواحل السورية بالمناسبة بالإضافة للسواحل اللبنانية والفلسطينية لأنها بالأساس هي منطقة جغرافية طيبوغرافية واحدة باعتقادي أن الاكتشافات الهائلة من الغاز والنفط في المنطقة يعادت بناء سوريا المصالح الصينية والمصالح الروسية المصالح الإيرانية في إعادة بناء إيران بعد فترة الحصار كلها تفرض القبول بالمقاربة الروسية بمعنى التهدئة مع إسرائيل والتوصل إلى تسوية من الصعوبة بمكان أن تأتي استثمارات كبرى إلى لبنان وإلى سوريا لاستثمار النفط والغاز مع وجود حالة حرب دائمة من الصعب جدا أن يقبل الصينيون استثمار مئات المليارات في إعادة بناء سوريا بدون أن يكون لديهم نوع من الضمانات بعدم وجود حرب قريبة وبالتالي أعتقد أن هذه النقطة الأساسية التي سوف يتم يتم الحوار حولها بين أطراف المعادلة روسيا الصين إيران حزب الله سوريا لكن ما أريد أن أقوله يختم كل ذلك أن الدخول روسيا بهذه القوة إلى سوريا الاتفاق والخلاف بين سوريا وإيران كل ذلك يعطي للرئيس بشار الأسد المكان الاستقلالية التي حافظت عليها سوريا دائما الآن القرار في سوريا ليس لإيران ليس لروسيا ليس لحزب الله القرار في سوريا الآن كان وكما كان دائما هو للرئيس بشار الأسد وللظام السوري لأنه الآن يمتلك خيارات يمتلك مدائل لديه حليف إيراني قوي لديه حليف صيني قوي لديه روسيا موجودة على الأرض ولديه حليف يعتبره جزءا من تكوينه سوريا لا تعتبر حزب الله حليفا بقدر ما تعتبره جزءا من تكوين الدولة الوطنية السورية شريكا وليس حليفا ولذلك نحن نلاحظ ولا مرة فقدت سوريا استقلالية قرارها ورغبتها مرات قليلة كان يتم النقاش حول موضوع الكيماوي ربما ولكن في كل الأوقات كانت مستقلة بقرارها لكن كان هناك مخاوف من أن سوريا تفقد قدرتها على المناورة أعتقد الآن أنه بتراجع الغرب وبوجود روسيا أصبح لديها القدرة على المناورة كما كانت دائما الكاتب الصحفي والسياسي الأستاذ نهد حتر كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا على كل المعلومات التي أفتنا بها وعلى هذه المشاركة ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة